بالفعل في هذه الأثناء أبدأ بالتحديثات الميدانية حيث أن قوة عسكرية إسرائيلية تداهم مقيم عقب الجبر بمدينة أريحة في إطار استمرار عمليات المداهمات والاعتقالات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل الماضية قال نادي الأسير بأن حملة اعتقالات تركزت في مدن نابلس وبيت لحم وأريحة وقلقيليا وكذلك أيضا في أطراف قرى مدينة جنين شمالية الضفة الغربية حيث وفق نادي الأسير فإن الاحتلال اعتقل أربعين فلسطينيا خلال الليلة الماضية وحتى ساعات صباح هذا اليوم وآخر حملة الاعتقالات تركزت في بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيليا حيث وفق مصادر محلية فإن الاحتلال اعتقل خمسة شبان فلسطينيين بعد عملية مداهمة استمرت لعدة ساعات وأصفرت عن اعتقال خمسة شبان فلسطينيين وإدخال فرق للهندسة المتفجرات إلى إحدى المخازن في البلدة والقيام على تفجيره بشكل كامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر جيش الاحتلال مقطعا يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي يقومون بالعدة التنازلي ومن ثم تفجير هذا المخزن بزعم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع خلال ساعات الليل كذلك داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس واعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين بينهم شقيقين من داخل شارع فطاير في مدينة نابلس بالإضافة إلى مداهمة بلدة قبلان إلى الجنوب من المدينة وهي مسقط رأس القياد في كتائب القسامة الذي استشهد خلال اغتيال القائد صالح العروري في بيروت وهو عزام الأقرع تم مداهمة البلدة واعتقال تسعة شبان فلسطينيين وإجراء تحقيقات ميدانية نظرا طبعا لعملية المسيرات ورفع لأعلام والمشاركة بتعليق صور داخل البلدة بالإضافة إلى حملة مداهمات تركزت في بطن الهوى بمدينة رامالة واعتقال ثلاثة من الكوادر الطبية وحملة مداهمات كذلك أيضا في منطقة الخليل وفق نادي الأسير فإن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية ارتفعت إلى أكثر من 5780 حالة اعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منها 240 حالة اعتقال منذ بداية هذا العام في أعلى إحصائية تسجل في الأراضي الفلسطينية في فترة قياسية في ظل استمرار طبعا المشهد الميداني هنا في مدينة جنين ترقب ميداني واسع وكبير ولافت حقيقة في أعقاب مقتل جندية إسرائيلية من قوات الخاصة في حرس الحدود وإصابة ثلاثة آخرين أمس في تفجير عبوة ناسفة بمنطقة الجابريات التخوفات أن تكون هناك عملية عسكرية كبيرة ومباغتة لجيش الاحتلال الإسرائيلي رفعت الأذرع العسكرية درجات الحيطة والحضر في كافة أرجاء المدينة وكذلك أيضا المخيم خالد لطالما تعرضت الضفة الغربية لاختحامات وحملات اعتقال وكذلك لمضايقات للشعب الفلسطيني ولكن هل لك أن تصف لنا كيف تغيرت هذه الصورة بعد السابع من أكتوبر وحجم التصعيد الحاصل؟ نعم بالفعل الأمر لم يكن مرتبط بالسابع من أكتوبر يعني كنا ندرك تماما منذ العام 2021 بأن الضفة الغربية أخذت منحنى ميداني مختلف تماما عن العقدين الماضيين منذ سنوات ما بعد الانتفاضة الثانية تحديدا ما بعد العام 2005 تركزت عمليات الاختحام والمداهمة بشكل محدود باتجاه بعض القرى البلدات المدن والمخيمات وكان هناك اعتبارات أمنية وسياسية تحديدا للمناطق المصنفة بمعنى لم يكن هناك تلك العمليات الواسعة والمكثفة منذ العام 2021 ومع نشأة كتيبة جنين بدأت تحولات ميدانية في ظهور الأضرع والمجموعات العسكرية في ظل تنامي اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي قاد وجعل من الميدان في الضفة الغربية تربة خصبة لظهور مزيد من المجموعات المسلحة أصبح لكل مدينة كتيبة وأصبح هناك عرين الأسود وأحفاد اليسين وكتائب شهداء الأقصى مجموعات الرد السريع وشباب الثأر والتحرير وامتدت هذه في مدن نابلس وتولكرم وكذلك أيضا في جينين وامتدت إلى قلقيليا وكذلك أيضا في مدينة طوباص صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن عمليات عسكرية كبيرة وأطلق عليها أنذاك كاسر الأمواج لكن باءت بالفشل في ظل قدرة الأضرع العسكرية على الاستمرار بتنفيذ سلسلة من العمليات ردا على الجرائم والمجازر الإسرائيلية في قتل مئات الفلسطينيين والشبان والأطفال في مناطق الضفة الغربية وبالتالي هذا التصعيد الإسرائيلي قاد كمسبب أساسي في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس لأحداث طوفان الأقصى ولاحقا جنة جنون الإسرائيليين في تنفيذ عمليات مكثفة واسعة بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية بعملة مداهمات تستهدف بشكل أساسي ركيزة الحاضنة الشعبية للأضرع العسكرية سواء في مخيمات تول كرم ونور شمس وهنا في مخيم جنين وبلاطة وعسكر والعين في نابلس وكذلك أيضا الفارع بطباص ومخيم عقبة جبر هناك في مدينة أريحة والدهيشة وكذلك أيضا الجلزون والأمعري بمعنى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من حملات المداهمة أصبحت عمليات المداهمة شبه يومية اعتقال كل من يثبت وفق المزاعم الإسرائيلية أنه منخرط إما بأعمال ضمن الأضرع العسكرية أو أنه منخرط بعمليات المسيرات وما يصف بأنه تحريض فلسطيني ضد الأهداف الإسرائيلية وبالتالي بات واضحا بشكل جلي بصورة يومية هذه الافتحامات عبر الدفع بأرتال عسكرية وتنفيذ عمليات لم تكن كانت محدودة خلال الفترة الماضية لكن اليوم نتحدث عن عمليات تستغرق نحو ستين وسبعين ساعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بعض المخيمات والمدن الفلسطينية تحديدا في مناطق الضفة الغربية وبالتالي نحن أمام مسببات انفجار أكبر يدرك الجميع والمنظومة الأمنية الإسرائيلية أن الضفة الغربية حتى هذه اللحظة لم تنخرط على الرغم من شلال الدم السائل في المنطقة أنها لم تنخرط بشكل كلي في المواجهة وهذه الخشية الإسرائيلية الآن أمام عمليات المداهمة هي كما يقول الإسرائيليون أنها لوأد أي محاولات مبكرة لطفان قادم لربما والتصريحات الإسرائيلية أن الجميع يتحضر لهجمات مماثلة لما حدث في قطاع غزة هنا باتجاه الحواجز والمستوطنات في مناطق الضفة الغربية نعم أشكرك من شنين خالد بدير مراسل الغد وأنوهي إلى أصور المباشرة التي نتابعها من رفح حيث تم استهداف سيارة مدنية غرب رفح منذ قليل